إلى تطورات في ليبيا حيث أفاد مراسل العربي أنه جرى انتشال أكثر من 127 من أجساد ضحايا فيضانات درنة شرقي ليبيا وقد تمكنت فرق الإنقاذ البحرية التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم من انتشال هؤلاء الضحايا في مناطق متفرقة على شواطئ مدينة درنة دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف إلى الاهتمام أكثر بمدينة درنة وعدم تجاهل أثار الدمار الذي خلفه الإعصار على حياة الأطفال وقال ممثل مكتب المنظمة في ليبيا أنه بعد نحو أسبوعين من الكارثة بدأ الاهتمام بالأطفال يتلاشى وأكد أن الأطفال هم الأكثر وردة لخطر التهديدات المتعلقة بالصحة العامة والصحة العقلية والاضطرابات النفسية والاجتماعية أيضا وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أعداد الأطفال النازحين في شرق ليبيا جراء الفيضانات بأكثر من 17 ألف طفل من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فريقا مشتركا بين وكالات الأمم المتحدة أجرى تقييما للمناطق المتضررة جراء الفيضانات في ليبيا وتوصل إلى عدم رصد أي وباء في المنطقة لكن التقييم الذي أجرته المنظمة أكد أن معظم المخاطر الصحية التي يتعرض لها الناجون من الفيضانات مصدرها المياه الملوثة وضعف مرافق الصرف الصحي وتشمل المخاطر الأمراض المنقولة بالمياه ومنها الإسهال المائي الحاد والكوليرا والأمراض المنقولة بالعدوى مثل حم التفؤيد وحم الضنك والملاريا والحم الصفراء من طرابلس ينضم إلي مراسلنا عبد الناصر خالد عبد الناصر آخر التطورات المتعلقة بجهود الإنقاذ والإغاثة وكذلك التعافي في مدينة درنة بعد تقرير الأمم المتحدة وتوصيات اليونسف تفضل نعم زهر على الأرض في مدينة درنة تتواصل عمليات رفع الأنقاذ في مدينة درنة خاصة وسط المدينة في محاولة على الأقل لتهية الظروف لجان الإعمار للبدء في تقييم الأضرار وتقدير التكلفة وربما إطلاق خطط للبدء فعليا في إعادة إعمار مدينة درنة نتحدث عن المناطق في مدينة درنة الأقل تضررا ربما تحاول السلطات الآن دعم هذه المناطق وتسهيل الحركة في هذه المناطق محاولة دعم العائلات محاولة إعادة الحياة إلى هذه المناطق من جديد نتحدث ربما بشكل أكبر عن فرق الإغاثة التي تحاول على شواطئ وسواحل درنة سواء الغربية أو الشرقية في البحث عن المزيد من جثث الضحايا ربما الساعات المقبلة ستعلن هذه الفرق عن إحصائية جديدة أعداد جديدة لانتشال الضحايا من الأودية والسواحل وصولا حتى إلى سواحل مناطق ومدن الجبل الأخضر يعني خلال الساعات المقبلة قد نرى أرقام جديدة قد نرى المزيد من الإحصائيات من قبل السلطات المحلية والإغاثية التي تعمل على انتشار المزيد من الضحايا نتحدث عن وصول المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في مدينة درنة وأيضا للمرافق الصحية والإغاثية نتحدث كذلك عن محاولة من سلطات مدينة درنة لاستئناف الدراسة بعد توقفها الأكثر من أسبوعين ربما المدارس تكتظ بعائلات نازحة لكن ربما هناك خطة من السلطات لعادة فتح بعض المدارس ودمج الطلبة في هذه المدارس رغم أن قطاع التعليم قد تكبد الكثير من الخسار فقدان مدارس وفقدان كادر وظيفي يقدر بالعشرات من المعلمين لكن هذا لا يعني بأن السلطات ستتقاعص عن استئناف الدراسة ستحاول بطبيعة الحال دمج الطلبة في هذا العام واستئناف الدراسة بأي شكل من الأشكال نتحدث ربما عن أوسع خارج نطاق مدينة درنة عن مناطق الجبل الأخضر فعليا استؤنفت الدراسة في بعض المدارس ومناطق المتضررة هناك أيضا إعلان من السلطات الصحية بأن أكثر من 50% من الأبار المائية في المناطق المتضررة لم تعد صالحة للشرب ودعت هذه السلطات إلى ضرورة قفل هذه الأبار واستحداث مصادر أخرى للمياه وعدم استخدامها وبالتالي وسط مخاوف من انتشار الأوبية والأمراض نتحدث كذلك عن أضرار طالة قطاع الثروة الحيوانية هذا بحسب المسؤولين عن قطاع الثروة الحيوانية الذين قدروا خسائر القطاع بأكثر من 40% دعينا السلطات إطلاق تحذيرات فيما يتعلق بمسألة حدوث كارثة بيئية بعد فقدان الكثير من الأغنام وبالتالي هذا سيؤثر في التشكيلة الطبيعية والبيئية في المناطق المتضررة نتحدث كذلك عن مبادرات أخرى تسعى إلى دمج بعض العائلات النازحة في بعض المناطق وأيضا تهيط الظروف لها عبر توفير مساكن وتوفير الاحتياجات الضرورية والمساعدة حتى النفسية بالنسبة للعائلات ظاهر ربما أن تحدث بشكل أكبر عن الجانب السياسي صحيح وهو ما كنت أود أن أسألك عنه وإستغلال هذه الظروف التي تعاني منها صحيح كنت أود أن أسألك أكثر عن هذا الجانب تحديدا عبد الناصر فيما يتعلق بتصريحات باتيل الذي دعا إلى الوحدة بين الشرق والغرب وهي بالتأكيد ليست دعوة عابرة بعد ما هزت هذه الكارثة أركان الليبيين عموما نعم زاهر المبعوث الأممي يحاول استغلال ما حصل في مناطق الشرق الليبي في تذكير القادة السياسيين بالتزاماتهم فيما يتعلق بإنهاء المراحل الانتقالية النظر إلى الشعب الليبي وما يعانيه وبالتالي على القادة الليبيين الدفع بالمصار السياسي إلى الأمام تناسي مسائل الخلافات تناسي مسائل الانقسام وبالتالي الاتفاة إلى هذه الكارثة أولا وأيضا جمع الصف وبالتالي دعم المصارات الأخرى فيما يتعلق الأمنية والعسكرية والاتجاه إلى تحديد مواعيد نهائية لإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال إلى مراحل أكثر استقرارا وربما سيحاول المبعوث الأممي خلال هذه المدة وخلال الفترة القادمة الالتخاب المزيد من القادة السياسيين لدفعهم بشكل فاعل إلى النظر إلى الوضع الذي تعاني منه ليبيا خاصة بعد هذه الكارثة وبالتالي قد نرى الكثير من المبادرات التي ستعمل عليها البعثة الأممية من خلال دفع الأطراف إلى إنهاء المواد الخلافية والبنود الخلافية في القاعدة الدستورية وأيضا تحديد المواعيد النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيضا ربما حتى تناسل خلافات ما بين الأطراف ومحاولة جعل الفترة المقبلة أكثر استقرارا وهو ما يشكل تحديات كبيرة بالفعل أمام الليبيين شكرا جزيلا لك عبد الناصر خالد مراسلنا من طرابل